اشتركوا في القناة شهر رمضان يمكن على مدار شهر رمضان كنا معاكم بالتأكيد حلقة كل اسبوع من خلال الموسم التالت لبرنامج الاهلي في رمضان وكنا في شهر رمضان الحمد لله كان عندنا حلقات موفقة جدا نتكلمنا في ملفات مهمة جدا وكنا معاكم لحظة بلحظة في كل الاحداث الرياضية ثم دخل علينا عيد الفطر المبارك اجازة عيد كل سنة وحضراتكم طيبين ومن النهاردة ان شاء الله اولى حلقات برنامج التريند اللي بالتأكيد هتتابع كل الاخبار والجديد والكواليس في الفترة اللي جاية وانتوا عارفين دايما برنامج التريند الحمد لله من البرامج اللي تبقى مهتمة بالكواليس والاخبار والانفراضات في عدة ملفات بالتأكيد عن تابعها النهاردة ان النهاردة احنا عندنا اطلالة مهمة جدا على مباراة القمة اللي هتتلاعب غدا الساعة سبعة مساء على استاد القاهرة الدولي ولكن قبل ما ادخل في تفاصيل حلقة برنامج التريند عندي في البداية كلام مهم جدا المتعلق بأسرة النشاط الرياضي وتحديدا لعبة كرة الطيرة وفريق البنات اللي نجح بالامس في تحقيق السلاسية فاز بالدوري فاز بالسوبر وبالامس فاز بكأس مصر على حساب فريق نادي الزمالك انتصار مهم جدا لفريق انسات الطيرة في النادي الاهلي بعد الفوز على فريق الشمس كان كسب الزمالك في ختم الدوري وكسب الشمس في نهائي كأس مصر لان فريق الشمس نجح انه يكسب الزمالك في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر الف مبروك وتهنئة مهمة جدا لفريق سيدات الطيرة للنادي الاهلي ايضا كمان فريق الرجال كان حقق بطولة الدوري على حساب الزمالك ايضا في الاسبوع الماضي وبالتالي اسرة النشاط الرياضي بتحقق انجازات طيبة جدا على جميع الاسعادة مش بنتكلم في كرة السلة ولا كرة اليد ولا حتى كرة الطيرة سواء على صائد الرجال او السيدات لا كمان حتى في كل الالعاب داخل النادي الاهلي الحمد لله طفرة كبيرة جدا مش من السنة دي بس لا من سنتين ثلاثة كمان فيه اهتمام كبير جدا من قطاع النشاط الرياضي بكافة الالعاب سواء الفردية او الجماعية وبالتأكيد كل هذا الاهتمام جاء من خلال اهتمام ورعاية كبيرة جدا من مجلس دارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كمان عايزة ننوه على نقطة مهمة جدا ابتداء من النهاردة هيكون عندنا بطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال اللي بيصادفها النادي الاهلي خلال الفترة من 12 حتى 24 من شهر ابريل الجاري هذه المباريات هتتلاعب على صالة الامير عبدالله الفصل وايضا كمان صالة الشهداء في مقر النادي الاهلي في الجزيرة بالامس كانت مراسم القرعة والنهاردة حفل الافتتاح وعاقب حفل الافتتاح هيكون في مباراة الافتتاح مع فريق جرين تيم الكنهولي كل التوفيق لفريق كرة الطائرة رجال النهاردة حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية وعلى مدار 12 يوم بإذن الله هتكون كل مباراة النادي الاهلي مزاعة على الهواء مباشرة على شاشة قناة النادي الاهلي ومن خلال السوديو تحليلي كمان النهاردة هيتولى تقديمه الزميل العزيز الكابتن هيسم السعيد فرصة طيبة النهاردة نبارك لكل الناس داخل النادي الاهلي عايزين إنجازات الطيبة في النشاط الرياضي وفي كافة الألعاب سواء الفردية أو الجمعية حالة النهاردة من برنامج التريند هيكون فيها مفاجآت مدوية متعلقة بطاقم تحكيم مباراة القمة الأهلي كيف يستعد لمباراة الزمالك من من اللاعبين المصابين في الفترة الأخيرة في الفترة الأخيرة سيعتمد عليهم مارس الكولر في الفترة القادمة واللعيبة لتأكد غيابهم عن مباراة الزمالك واللي استعدادت أيضا لمباراة مهمة جدا يوم السابت الجاي أمام تيبي مازينبي في الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفرقي حلقة فيها كواليس كتيرة حلقة دسمة كالعادة من خلال برنامج التريند ولكن نبدأ بسؤال حلقة النهاردة عشان جمهورنا يرجع تاني في الفورمة ويسخل معنا وفرصة النهاردة نسأل حضراتكم لو تحبوا تشاركوا معنا وتقولوا ما هو أفضل تشكيل ممكن يلعب به الأهلي في مباراة الغد أمام الزمالك وكمان توقعاتكم على نتيجة اللقاء بكرة المباراة الساعة 7 على السادة القاهرة والكل يدخل يشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير بإذن الله عن خصص يعني جزء مهم جدا عشان نستعرض توقعات حضراتكم على التشكيل والنتيجة أو الأفضل اللي ممكن يبدأ بي كولر في مباراة القمة أمام الزمالك غدا في المباراة المؤجلة من الإسبوع العاشر للدوري العام لكن بسرعة نروح لأهم العنوي البداية في ترند الأهلي الفريق تتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك وكمان كواليس اختيار حكام مباراة القمة وأخيرا فيتوريا يشكو اتحاد الكرة للفيفا للحصول على مستحقاته كاملة أكيد برضو موضوع فيتوريا مع اتحاد الكرة هتكلم فيه ولكن في الشأن المحلي بعد ما خلص كل الأخبار المتعلقة بمباراة القمة نروح لإستعراض مباراة اليوم والنهاردة عندنا مباراة مهمة جدا سواء محلية أو حتى في الدوريات الخمس الكبرى البداية بالدور المصري وفي مباراة بدأت حوالي ساعة أربعة وانتهى الشوت الأول بالتعادل السلبي بين سيراميكا كليوباترا مع المصري ساعة سبعة في مباراة ما بين الإسماعيلي مع مودرن فيوتشر ودي مباراة النهاردة في الدور المصري ويكون لها مباراة مؤجلة نروح للدور الإنجليزي وقمة الإثارة وفي مفاجأة مدوية خسر ليفربول منذ قليل على أرضه ووسط جمهوره من كريستال بلس بهدف مقابل لشي وبالتالي هذه الخسارة يعني قد تجعل ليفربول يتراجع للمركز التالت خاصة أن السيتي تلاتة وسبعين نقطة وأرسنال عنده واحد وسبعين نقطة ويلعب النهاردة الساعة خمسة ونص مع أستون فيل أيضا في نفس التوقيت واستهام خسر على أرضه ووسط جمهوره سفر اثنين أمام فلها هل هذه النتائج السلبية للفرق اللي عندها مباراة على أرضها ستتقرر مع أرسنال هنشوف ده النهاردة الساعة خمسة ونص لما أرسنال يصطديف أستون فيل طب نروح للدور الأسباني ومنذ قليل انتهت مباراة لاسبالماس مع إشبلية بخسارة أيضا لاسبالماس على أرضه سفر اثنين ولكن على الجانب الآخر غير ناطا متقدم على ألفز بهدف مقابل لشي الساعة ستة ونص أتليتكو بالبعو هيصطديف فياريال والساعة تسعة ريال سوسيداد هيصطديف المريه نروح للدور الإيطالي نهاردة في مباراة مسيرة جدا وقوية وأهداف عديدة منذ قليل انتهت مباراة نابولي مع فورزنوني بالتعادل الإيجابي اتنين اتنين وفي هذه اللحظات أيضا مباراة ساسولو مع ميلا تلاتة تلاتة الساعة ستة أودونيزي هيصطديف روما وتسعة إلى ربع انتر ميلا هيصطديف فاكالياري الدوري الألماني وفي هذه اللحظات وإحنا داخلين خلاص في مراحل حسيمة والنهاردة بايرن لفاركوزين قد يحسم بطولة البوندسليجا ويفوز بالبطولة بعد سنوات طويلة جدا كالحسامها سواء دورتموند أو حتى بايرن ميونيك النهاردة درمش طاط على أرضه متأخر بهدف مقابل لشيء لصالح فرايبورج وبايرن نيفاركوزين في مباراة التتويج هيواجه فيردر بريمن الساعة خمسة ونص الدوري الفرنسي والنهاردة أيضا لهوفر على أرضه خسر صفر واحد أمام نانت كل الفرنة النهاردة هتتلب على أرضها خسرانة وكيلرامون فونت تلاتة وستين متعادل مع مموبيليه واحد واحد تسعة لربع ليون هيصديف استاد بريست دي أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والوضح بالنسبة لي من خلال لهذه النتائج أنه كل الفرنة اللي بتلعب على أرضها خسرانة وأعتقد ده ممكن يكون مؤشر لمباراة بكرة الزمالك على أرضه هيصطدف الأهلي لعل لو عسى تكون هذه النتائج مؤشر لمباراة بكرة والأهلي إن شاء الله يحقق الانتصار لأنه انتصار مهم ومعناوي قبل السفر إلى كونغو الدموقراطية لمواجهة مازمبي في الدور النصف النهائي لدوري الأبطال فصل ثم نواصل الشغل الشاغل في الساعات الأخيرة لكل الناس مباراة القمة بين الزمالك والأهلي غدا على أستاذ القاهرة الدولي ولا حديث يعلو على حكام مباراة القمة ولأول مرة منذ فترة طويلة جدا اتحاد الكرة يكون عنده الجراءة ويعلن أسماء طاقم التحكيم قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة مش هقول 48 ساعة بـ 3 أيام لدرجة حتى أن أسماء الطاقم اتصربت للإعلام ويمكن أنا قد تجوز من الناس اللي جات لأسماء طاقم المباراة وحكام الفيديو تحديدا وكانت مفاجأة كنت أعلنت عنها يعني من خلال حسابات الشخصية على السوشيال ميديا أن حكام الفره هيكونوا 3 ولكن في حكام مباراة القمة النهاردة أنا عندي تفاصيل كتيرة وعندي مفاجآت وتعمدت أتابع كل اللي تقال وكل اللي تكتب على مدار الأيام اللي فات عشان أعرف هل الناس وصلة لها التفاصيل الحقيقية ولا في معلومات بتتقال بشكل معين عشان الجمهور ما يعرفش الحقيقة فين وأنا النهاردة جاي عشان أقول بالزبط الحقيقة فين الحكام يتعينه إزاي اختيارهم تم إزاي مين المسؤول عن التعيين هل الاتحاد مسؤول ولا مش مسؤول بس قبل نروح على مسؤولية الاتحاد عايز أفكر الناس بحاجة مهمة جدا لأن اتحاد الكورم بارح عمل حاجة لذيذة قوي قالك إيه بريرة هو اللي اختار طاقم الحكام واتحاد الكورم مش طرف إحنا بندي الخبيل الأجنبي كافة الصلاحيات لا يا راجل لا والله بجد ما عرفتكش أنا كده دلوقتي يعني ما عرفتكش على الشاشة هو طاقم تحكيم مباراة القمة كلهم حكام دوليين فيما عدى الحاكم الإيفار الكابتن عاطف حسين وطبعا بنتمنى التوفيق لأي عنصر مصر بيشتغل في المنظومة بغض النظر عن التفاصيل لأن احنا دايما ما بننتقدش الأشخاص احنا بنتكلم في معايير فنية وبنتكلم في أمور ليه علاقة بالشغل الفني سواء للحكام أو أي مسؤول داخل اتحاد الكورم فكامل التقدير والاحترام للجميع ولكن انا هتكلم على لما اتحاد الكورم يقولك احنا مش طرف ده فيه خبير أجنبي هو اللي بيختار لا والله طب وانت حضرتك كنت فيه من ثلاث أسابيع لما الخبير الأجنبي كان عايز تطاقم مصري في نهاية كاس مصر بين الأهل والزمالك فيه الرياض وحضرتك طلعته وقلت كاتحاد كورة بقى لا لابنرفع الحرج عن الحكام المصريين مباراة القمة هي ديرها حكام أجانب وبريرة زعل والاتحاد ماهتمش بريرة ماسافرش السعودية والاتحاد ماهتمش ما تعينش مراقب للحكام والاتحاد ماهتمش دلوقتي الاتحاد مش طرف يا جماعة يا جماعة ده ثلاث أسابيع مش من الكلم في ثلاث سنين يعني فر هو الاتحاد اللي بيدير اللعبة دلوقتي عايزه وصلنا للفين بالزبط يعني الراجل اختار طاقم مصري أوكي قوله بندعمه الراجل اختار إبراهيم نور الدين أوكي قوله احنا معاه وفي ظهره لكن تسربه للإعلام وتبعته بيانات تقوله إن الاتحاد مش طرف وإن بيريرا هو اللي اختار ما عرفتكش أنا كده دلوقتي ما انت من ثلاث أسابيع دخلت في شغل بيريرا ورفضت الطاقم المصري وأصرت على طاقم أجنبي والراجل زيعي لوقتها وهدت بالاستقالة بس يكمل هو عايز يكل عيش وكمل ما استقلش وكمل معانا ده يعني في البداية بس عايز أحط إيه الأمور في النصابها الصحيح الاتحاد عمل إيه واللجنة عملت إيه والكلام تغير بعد ثلاث أسابيع قال يعني الاتحاد بيخلي مسؤوليته من هذا الطاقم فبيقولك أنا مليش علاقة في بيريرا لا والله قال كده ما عرفتكش يعني طبعا أنت اللي قلت الحكام بنرفع عنه من الحرج وجبته طاقم تحكيم أجنبي غير مصنف في مباراة نهاية كاس مصر وقال أنتوا نسيتوا اللي حصل من ثلاث أسابيع إحنا ما بننساش ده واحد اتنين اللي اختار طاقم حكام مباراة القمة هو فيتر بيريرا هو فيتر بيريرا واختيار إبراهيم نور الدين كان بالزبط من ثلاث أسابيع في الأسبوع الأخير في شهر رمضان كان إبراهيم نور الدين تم الاتفاق معاه بشكل رسمي هو حكام مباراة القمة هتقولي الاتفاق تم إزاي هل إبراهيم نور الدين تم اختاره من اللجنة أقولك لا حصل العكس إزاي يعني هي حصل العكس كابتن إبراهيم تكلم مع بيريرا كلم مع محمد فاروق أنا آخر سنة وقد تكون آخر مباراة واعلن اعتزالي والصورة دي انتوا طبعا شايفانا دلوقتي الصورة دي كانت في شهر رمضان كان فيها حفل إفطار كده لكل الحكام في حكام ما راحتش وفي حكام تواجدت بس قبل الصورة دي كانت فيه خناء وفيه قواليس وفيه قصة وكان حمامة السلام ما بين الحكام الدوليين ولجنة الحكام هو كابتن إبراهيم نور الدين والكابتن عاطف حسين كانوا حمامة السلام في العلاقة ما بين الدوليين وبريرة لدرجة ان قبل الصورة دي كان محمود عشور هيغادر الاجتماع وما كانش هيكمل ما كانش هيقدر حفل الإفطار لولا ادخل الكابتن إبراهيم نور الدين وكان حمامة السلام في التعامل ما بين بريرة مع الحكام الدوليين وعلى هذا الأساس بريرة بيصق فيه إبراهيم نور الدين وعلى هذا الأساس من وقت هذا الموضوع وبعد ما كابتن إبراهيم قال لهم أنا خلاص دي آخر سنة وأنا خلاص بعتزل ممكن تكون دي آخر مباراة لية آخر مباراة لية وحاجة تانية ليه علاقة باستمرار بريرة حد ممكن يكون أوهن بريرة إن تعيين إبراهيم نور الدين ممكن يديك مساحة إنه يتجدد لك في الفترة اللي جاية وإنك هتستمر معنا الفترة اللي جاية فعلى هذا الأساس كان خد قرار إنه خلاص إبراهيم نور الدين هو حكم مباراة القيمة كلام ده بالضبط من ثلاث أسابيع الأمر محسوم من ثلاث أسابيع من شهر رمضان وعلى فكرة أزلوك لحاجة بالصدفة يمكن كنت موجود في الدورة الرمضانية في ربطة النقاط الرياضين في مركز شابي الجزيرة وكانت فيه كذا دورة رمضانية وقابلت بالصدفة وقتها كابتن إبراهيم نور الدين كان موجود هو والكابتن أحمد الغندور ويمكن شاهد على الوافة دي لما اتكلمنا في كذا حاجة أنا والكابتن إبراهيم كابتن ياسر عبد الرؤوف والكابتن محمد صلاح عبد الفتاح واتكلمت حتى مع الكابتن إبراهيم على موضوع الاعتزال والطول انت اعتزلت كان الطبيعي انك لما تعتزل خلاص تسيب السفارة وما تحكمش تاني وتسيب القائمة الدولية لإسم جديد يدخل قاعد يقول لي لأ أنا فرصة ان أنا السنة دي أحكم والسنة دي اللجنة تعد حكم جديد يدخل مكاني اوكي هي دي كانت وجهة نظر لكن اللجنة بتقول لا إبراهيم يكمل ولسه قدامنا سنتين تلاتة عشان نعد وجه جديد للقايمة الدولية ولكن معلومات من الكابتن إبراهيم مش دي آخر سنة ده ممكن مباراة القمة تكون آخر مباراة ممكن مباراة القمة تكون آخر مباراة وما يحكمش يكون آخر مشهد لإبراهيم نور الدين في الملعب المصرية هي مباراة القمة ووارد جدا بعد مباراة القمة كابتن إبراهيم يكون ضيف لإحدى الكنوات العربية أنا بقول لكم هؤلاء يحصل ممكن بقرة بالليل كمان وارد جدا بعد مباراة القمة وبعد المشهد اللي هنشوفه بعد مباراة القمة إذا المباراة خرجت بسلام إن الكابتن إبراهيم يعلن اعتزاله من الملعب ويطلع على أحد البرامج في إحدى القنوات العربية يتكلم بقى عن كواليس كتيرة لا علاقة بالتحكم والاعتزال وتفاصيل كتيرة ولعل لو عسى ممكن قريبا جدا يكون محلل لإحدى القنوات العربية القناة اللي هيتطلع فيها إذا رغب بقرة يكون موجود فيها بعد مباراة القمة بصنا بحكي لكم كواليس وتفاصيل عن الخطوات اللي ممكن كمان تحصل بعد مباراة القمة وإزاي السيناريو اللي تم قبل مباراة القمة وإقناع بريرة باختيار إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة والاختيار كان ما بين ثلاثة بريرة محمد فاروق إبراهيم نور الدين ده كلام محسوم بقول لحضراتكم والموضوع محسوم من بدري من ثلاث أسابيع كمان طيب هل كان في مفضلة ما بين إبراهيم نور الدين ومحمود البنة وكمان محمد معروف لا كل الكلام اللي اتكتب على أن كان في مفضلة ما بين البنة ومعروف وإبراهيم نور الدين الكلام ده غير صحيح بريرة واخد قراره بعد جلسة جماعته مع محمد فاروق وإبراهيم نور الدين هو إبراهيم نور الدين حكم المباراة وابراهيم نور الدين قدر يقنع بريرا انه هو اللي جيري المباراة لتفاصيل كتيرة ممكن ليه علاقة بقى ان انا هعمل مباراة كبيرة صدقني المباراة دي ممكن تكون هي مفتاح استمرارك معانا لسنتين تلاتة جايين يعني خل الايام تكشف لحضراتكم اللي جاي في تفاصيل ممكن ماقول هاجب بكا وليسا لكن خل الايام تكشف لكم اللي جاي هل بريرا ممكن تكون ده اخر سنة لي ولا هو شايف ان لو قدر ابراهيم نور الدين هذه المباراة فالراجل ممكن يستمر معانا سنتين تلاتة كرئيسا للجنة الحكام وبالتأكيد كل اعضاء اللجنة معاه ولكن كل الكلام اللي اتقال ان كان فيه مفضلة وان كان محمد معروف هيدير المباراة ولولا احداث مباراة نهضة بركان وابو سليم الليبي كل الكلام ده عاري تمام من الصحة محمد معروف ما كانش في المشهد اطلاقا محمد معروف كان في مشهد نهاء الكاس كان في مشهد نهاء الكاس وكان كابتن ابراهيم نور الدين وقتها كان مرشح ان يدير مباراة القمة ايضا ولكن كان فيه يعني اتجاه ان معروف ولا يدير نهاء الكاس ولكن ماتش الدوري كان ابراهيم نور الدين ولو سألت ابراهيم نور الدين لو انت حبيت تختار تاخد نهاء الكاس ولا ماتش الدوري هيقولك الدوري ليه يقولك لا يا عم اروح نهاء الكاس حد خسرني شاين الليلة لكن في الدوري ممكن يطلع تعادل انا بقول لكم كابتن ابراهيم جمان بيفكر ازاي بيفكر ازاي فالفكرة حد ذاتها الموضوع كان محسوم لا كان فيه مفضلة ولا كان معروف مرشح ولا احداث مباراة نهضة بركانة وابو سليم كانت سبب في استبعاد محمد معروف الكلام ده والله العظيم ما حصل ابراهيم نور الدين حاكم المباراة من ثلاث تسابيع وبريرة واخد القرار لازباب هو شايف انه ممكن تكون سبب في استمراره في الفترة اللي جاي تب هل القرار ده ليه تبعات خطيرة؟ ليه تبعات خطيرة جدا 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 برضو كلامي ملوش علاقة بالاداء الفني في المباراة ممكن يعملوا مباراة على اعلى مستوى ولكن انا يهمني لما بيتم اختيار طاقم تحكيم يتم اختيار طاقم التحكيم بناء على معايير معينة اولا مفيش حاجة اسمها بكرم حكم عشان مباراة في الدوري ايا كانت قيمة هذه المباراة اهل وزمالك اي مباراة تانية في الدوري هتكرم حكم اعمله مطش اعتزال مع فرقتين بيعمله مهرجان بعد الدور ما يخلص بعد السيزون ما يخلص اعمل اللي انت عايزه لكن تكرم حكم على مباراة مهمة زي الاهل وزمالك ده اسمه تهريك حاجة تانية برضو معنى كلامي مش بقول ان ابراهيم نور الدين حكم غير كف حكم ليه تاريخ سواء بالاجاب او بالسلب ومش بتكلم عليه كفنيا انا بتكلم على معايير الاختيار وعمري متطرق للاشخاص كامل الاحترام للجميع كلهم اصدقاء وزملاء على فكرة بنتقابل كل يوم في احداث كتيرة ومواقف كتيرة جدا ولكن لما يكون عندك حكمين رايحين كاس عالم ومرشحين كاس عالم يا مستر بريرا زي امين عمر ومحمد معروف وتستبعده مباراة كبيرة زي دي يبقى انت بتؤثر بالسلب على فرصة مصر في تواجد حكم مصري في كاس العالم ده بيأثر بالسلب وللأسف اتحاده الكورة وقت ما بيحب يدخل بيتدخل وقت ما بيحب يعمل نفسه مالوش علاقة بالموضوع بيدرب غطس عشان فيش حد يطلق يقول لس الاتحاد الكورة سياب لبريرا المجال بالكامل لا كلام ده مش حقيقي بتحصل تدخلات وبتحصل تدخلات في التعينات وبتحصل تدخلات في حكام مباراة القمة والدليل نهايي كاس مصر اللي فات اعتقد ده دليل عامل الناس كلها شافته صوت وصورة فانت اضريت بفرص مصر في تواجد حكم في كاس العالم لما تجيب حكم على وشك الاحتزال او يعتبر شبه معتزل وتتزيله مباراة مهمة زي دي في التوقيت اللي انت بتستبعد معروف وامين عمر من مباراة القمة في الفترة الاخيرة او هذه المباراة الحديد طيب نروح للموضوع التالت عشان وقت حضراتكم وقت البرنامج لا علاقة بحكام الفار معلوماتي ان الكابتن ابراهيم نور الدين من الناس اللي بتحب بتختار التقيم اللي معاه وده حصل قبل كده مع حكام تانين وده شيء وارد ولكن في هذه المباراة حديدا اتأخر اختيار حكام الفار ليه لان كان فيه سعي انه ممكن حكام معينة تكون موجودة في التقنية ولكن اللجنة رائط انه برضو لازم نعمل توازن نجيب حكام مهمة في التقنية عشان يبقى فيه توازن ما بين الملعب وما بين الفار وده اندل على شيء بيدول ان اللجنة برضو لما اختارت ما كانتش اختيارتها فناية في المقام الاول ولكن غلطة غلطة لا تختفر وده المفاجأة اللي هقولها دلوقتي لكل السادة المشاهدين وانا هقولها كده بصريح العبارة واللجنة لو عايزة تتحايل على المسميات انا جاهز للرد عليهم لجنة الحكام لو عايزة تتحايل على المسميات انا جاهز للرد عليهم اولا في خطأ فني في خطأ فني في تعيين حكام الفار خطأ فني وانا مش عارف بقى تبعات ده ايه هل ده ممكن يؤثر على قانونية المباراة ولا ممكن يؤثر على فكرة البروتوكول بتاع الفار والاي فاب والرخص اللي انت منحتها قبل كده للحكام ليه؟ احنا عندنا تلاتة انواع او تلاتة ليسنز من الحكام في حكم ملعب بيخضع لساعات تدريب معينة عشان يكون حكم ملعب يشتغل مع تقنية الفيديو وفي عندنا حكم فار في غرفة تقنية الفيديو لازم يكون اكتاز عدد ساعات تدريب معينة عشان يكون معاه الليسنز وفيه ساعات تدريب معينة عشان يكون الحكم assistive var ايفار عشان يكون حكم ايفار واكتاز عدد ساعات تدريب معينة وده تبقى للبروتوكول بتاع الفيديو عدد الساعات التدريب دي موجودة والرخص دي معروفة وحتى اخر مرة تعمل كورسي كان اعتقد ايامي كابتن وجيه احمد دلوقتي هيكون معانا على الشاشة مستند مهم جدا وانا هتكلم تبقى للمستند اللي معايا ولما شوف اللجنة هتلعب بالمسميات ولا لا قضانكم على الشاشة دي قايمة اخر حكام اكتازوا اللايسنز والرخصة عشان يكون معاهم ليسنز الفار كحكم ملعب او حكم فار او ايفار تعالوا كده عند رقم الكابتن عاطف حسين رقم 20 نقف هنا كابتن عاطف حسين وهو حكم معين في هذه المباراة ايفار مع الكابتن محمد عادل ومع الكابتن محمود ابو الرجال طيب الكابتن عاطف حسين المفروض هو اكتاز ساعات التدريف في حاجتين كحكم ملعب يصفر في الملعب وفيه تقنية الفيديو يصفر في الملعب ويتعامل مع الشاشة اللي في الملعب اللي هي تقنية الفيديو او يتواجد في الفار كأيفار مساعد ايفار مساعد ايفار يعني يشتغل على خطوط التسلل طيب هل الكابتن عاطف حسين ممكن يكون حكم فار لا يعني ايه يعني ما ينفعش يكون زي كابتن محمد عادل في مباراة القمة ما ينفعش يكون زي كابتن محمد معروف في اي مباراة بيكون فيها فار ما ينفعش يكون زي كابتن مصطفى متحد في مباراة الفار ما ينفعش يكون زي واقل فرحان زي عمر الشناوي زي طارق مجدي زي محمود ابو الرجال تمام طيب دي الفيفا لستفار اللي للأسف اللجنة برضو ما جابتش إلا الأسست فار 2 اللي هو محمود أبو الرجال القايمة اللي قدامكم دي على فكرة دي تم اعتمادها من الاتحاد الدول اللي هو مجلس الاتحاد دولي الايفاب لأن الرخص دي لازم القبروه فيكون من الايفاب طيب الكابتن عاطف حسين مش معاه رخصة الفار ولكن معاه رخصة الايفار طيب اللجنة عملتي بقى حطت محمد عادل فار وحطت عاطف حسين ايفار 1 وحطت محمود أبو الرجال ايفار 2 طيب أنا هنا هسأل سؤال للجنة مين المسؤول عن تقنية التسلل؟ مين المسؤول عن خطوط الملعب؟ هل الكابتن عاطف حسين والكابتن أبو الرجال ولا الكابتن أبو الرجال بس؟ طيب لو كابتن أبو الرجال بس طيب مين المسؤول عن تجهيز حالات الملعب وأخطاء الملعب؟ هل الكابتن محمد عادل والكابتن عاطف حسين ولا الكابتن محمد عادل بس؟ أنا بوجه أسئلة هي لللجنة عشان بس تكشف لي الخطأ الفني ده صح ولا غلط طيب لو الكابتن عاطف حسين ملوش علاقة بشغل الكابتن محمد عادل وهو هيكل ليه شغل بالكابتن محمود أبو الرجال طيب لما حاسب حد على الغلط بتاع التسلل هو ولا محمود أبو الرجال طيب عاطف حسين تبقى لسعادة التدريب ما ينفعش يشتغل مع عادل لكن ينفع يشتغل مع أبو الرجال بس هنا في حاجة غلط شوية بتحصل إيه هي؟ لما ترجع لتعينات أفريقيا في نهاية كاس الأمم وفي مباطشات دور الأبطال ما بيكون ثلاث حكام فار بتلاقي حكمين بتوع حكام الساحة هم اللي على غرفة تقنية الفيديو والحكم المساعد اللي بيكون في الملعب هو اللي بيكون الأسست فار 2 ولكن هنا اللجنة عملت حاجة غريبة جابت لك اتنين إيفار خلتهم إيفار 1 وإيفار 2 ولكن أنا مستنى أعرف من اللجنة عاطف حسين هنا دوره إيه؟ هيشتغل شغل محمد عادل هيبقى غير قانوني هيشتغل شغل أبو الرجال يبقى أنا في حاجة غريبة إزاي تحطت اتنين مساعدين؟ طب لو حطيت اتنين مساعدين طب فين الحكم المساعد التاني اللي مع أبو الرجال؟ ليه تجيب عاطف حسين؟ عاطف حسين السنادي في الدوري أعلكه على مفاجأة عشان ما تقولش في كلامي أكتر من كده لأن الكوانيس كتير قوي عاطف حسين السنادي في الدوري عمل إيه؟ كان حكم ساحة في مطش فاركو الجنة في الإسبوع الخامس وكان حكم رابع في ثلاث مطشات في الدوري الاتحاد وسيراميكا فاركو زد والدخلية والاتحاد وتحطي إيه فار؟ مش فارة هو إيه فار في مباراتين الدخلية وفاركو والمولين والإسماعيل واللجنة ما قدرتش حطه حكم فار رئيسي في مبارات الدوري ليه؟ لأنه لم يكتس عادة تدريب طب أنت المرة دي حطوا إيه فار؟ بس وان؟ هيشتغل مع عادل ولا بو الرجال؟ مسؤول عن خطية التسلل هو ولا بو الرجال؟ معلوماتي أن الكابتن عاطف حسين علاقته قويسة جداً باللجنة والراجل خادون جداً مع الناس فالناس على هذا الأساس اختارت الكابتن عاطف حسين واختارت طاقم الفار واختارت حكام المباراة المشكلة مش في إبراهيم نوريدين بس المشكلة أن الطاقم بالكامل كان في معيار المجاملات قبل المعيار الفني أي خطأ هيحصل في مباراة القمة هيتحملوا طرفين اتحاد الكرة في المقام الأول ولجنة الحكام في المقام التاني أي رد؟ أنا جاهز وفي انتظار الرد سواء النهاردة أو الأيام اللي جاي فاصل ثم نواصل طيب راح أبعد راككم من جديد وأكيد عندنا كلام مهم جداً متعلق بمباراة القمة مباراة الزمالك والأهلي واللي بالتأكيد بتشغل بال كل الناس لأنها مباراة بالتأكيد ده جاية في سباق المنافسة على صدارة الدوري عدد مباراة مؤجلة للأهل والزمالك المشوار الإفريقي الفترة اللي جاي حاجات كتيرة جداً الفترة اللي جاية على فكرة عايز أقول لكم الحاجة جات لرسالة دلوقتي أنا أقول لك ردود الفعل هتبقى كبيرة جداً بس ما فيش بعد الفصل جات لرسالة المسؤول الوحيد عن التسلل هو محمود أبو الرجال المسؤول الوحيد عن التسلل هو محمود أبو الرجال فقط أنا كنتم مستنى كمان اللجنة تقول لي طيب كده الكابتن عاطف حسن هيشتغل إيه في غرفة الفار طالما أبو الرجال هو المسؤول عن تقنية التسلل هل هيشتغل مع الكابتن محمد عادل ما أعتقدش أنه ينفع لأنه ما يفعش يشتغل حكم فار لأنه لم يكتاز عدد ساعات التدريب عشان ياخد ليسنز حكم الفار فأنا مش عارف تواجده ضم تقنية الفار السبب وإيه يا مستر بريرا اختياراتك دي ببناء على إيه إحنا مش عارفين ومحدش يطلع يقول تاني أصلاً أنتوا دايماً كنتوا بتطلبوا بالخبير الأجنبي أيوه إحنا عايزين خبير أجنبي يطور بس الأهل مش اللي بيختار ارجع الاختار هل الاختار استسل في الاختيار ولا جاب اختيار بناء على إيه ما أنت عندك أسماء كتيرة ممكن تختاره وتطور لكن أنت روح تختارتي إسم عشان في النهاية برضو يكون على قد إيدك هي المشكلة هنا مش عندنا المشكلة على الاختار وهم عارفين أنهم اختاروا غلط وابناء على اختياراتهم الغلط شايفين النتائج دلوقتي على فكرة ممكن بقرة تقم يعمل مباراة عالمية والله يا عظيم إحلي ما عندنا مش مشكلة بس أنا عندي مشكلة في المعايير أنت بتختار بناء على إيه طيب وكان يجب اختياره واحد من قيمة الفار مع محمد عادل قيمة الفار اللي هي إيه القيمة الدولية في فالسطفار وده ما حصلش ده ما حصلش عشان أقول لكم أن المجمالات كانت تحكم اختيارات اللجنة في هذه المباراة طيب أروح بقى لمباراة القمة النهاردة ان شاء الله فيه تدريب انبارح الفريق خاد أجازة لأن بعد مباراة زد الوقت كان دايئة جدا ما طول كان يوم الجمعة فيه تدريب صباحي السبت كولر منح الفريق راحة سلبية النهاردة تدريب حوالي الساعة ستة وبعد تدريب الفريق هيدخل معسكر مغلق استعدادة لمواكد الزمالك بقرة الساعة سبعة على استاد القاهرة كل التفاصيل والكواليس نروح مباشرة إلى ملعب مختار التتشي بالجزيرة مع الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي متواجد حاليا في مقر النادي في الأهلي في الجزيرة عشان نعرف منه آخر الترتيبات وآخر الاستعدادات لمباراة القمة كريم مساء الفل وكل سنة وانتطيب مساء الخير ومساء الفل عليك زميل العزيز محمد سعيد كل سنة وانتطيب وكل سنة وكل الشعب المصري بخير ويا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الآلي غدا بمشيئة الله عايزك بقى تطمني على مطش القمة كيف يستعد الأهلي كيف يستعد كولر أخبار اللاعبين كل التفاصيل المتاحة اللي ممكن نطمن بيها جمهور النادي الآلي قبل ساعات من لقاء القمة الغدا مواجهة مرتقبة بالتأكيد ده محمد الكل منتظرها جمهور النادي الآلي جمهور الزمالك الفريقين اللاعبين كل الحقيقة منتظر هذه المباراة تحديدا مع النادي الآلي مكاسبة ان شاء الله بإذن الله في حالة الفوزة تكون مهمة جدا جدا وده الرهان الكبير اللي بدران على لعبة النادي الآلي معنويا نفسيا عندك مرحلة أفريقية عندك بطولة أفريقية عندك قبل نهاية كل الأمور دي الحقيقة مع قيمة مباراة الزمالك مع قيمة الدربي مع المباراة الكبيرة اللي بننتظرها كلنا ان شاء الله بإذن الله لعبتنا كالعادة تكون في قمة تركيزها تكلمت محمد والكل بيتكلم طبعا خلال 48 ساعة الماضية على العدد الكبير جدا من الإصابات يعني ما نفعش ان احنا نعدي الأسماء بسهولة كده لان الأسماء يعني مؤثرة بشكل كبير قامات كبيرة جدا خبرات كنا بنحتاج أي أمصر يكون متواجد فيهم على رسوم الحقيقة الشناوي يمكن الشناوي بعيدة عن التدريبات الجماعية مع فريق النادي الألي بيتضرب بشكل منتظم جدا لكن الحقيقة كان دوره مهم جدا في التحفيز وفي المحاضرات اللي يمكن بيقضها مع اللعيبة بيتكلم على اللعيبة بشكل قوي جدا على أهمية المباراة وأهمية المرحلة لأن هي مرحلة مهمة جدا عشان كده ان شاء الله بإذن الله بنتمنى لعبتنا يكون في قمة تركزها الجهاز الفني بالكامل الحقيقة محمد بيقوم بدور كبير جدا جدا يعني تداء ميستر كولر كابتسامي أمصان هارالد اندويا مخاطط الأحمال كارلوس أيضا كمان المدرب ياسين المكاري في التحضير الفني والهاي لايتس اللي بيساعد بشكل كبير جدا الحقيقة كل الجهاز الفني بيقوم بدور كبير جدا بيجانب بشيلي أنا كن اللي بيقاهل الحقيقة مصطفى شوبير بشكل قوي جدا الحقيقة يمكن الأمور دي بتدينا طمأنينة لكن في حضر كبير جدا في ثقة بالتأكيد عند العابة للنادي الآلي لكن الحضر موجود مباراة دي بتحسن بنص فرصة زي ما بنقوله عشان كده كان ميستر كولر أكد على هذا الأمر عايز أقولك يا محمد يمكن قبل انطلاق المران انت ذكرت ان التدريب يكون الساعة 6 لكن هكون في محاضرة كالعادة محاضرة مهمة جدا بتستغرق 40 و45 دي أم عودنا ميستر كولر على هذا الأمر راجل عايز يأمن على الشكل العام بالنسبة لعابة النادي الآلي سنرات المباراة التغييرات الغيابات زي ما قلنا مين اللي هيتوظف مين هيكون متواجد الأمور دي الحقيقة بتدرس بشكل قوي جدا عندنا عناصر غيبة لكن زي ما بنقول الآلي بمنحضر عندنا سكواد مميز ورائع جدا وبنشوف الحقيقة لزهور الرائع لعمر كمال عبدالواحد بنشوف السقل كبير جدا لمنعم ورامي ربيعة بنشوف أيضا كمان محمد هاني أكرم توفيه عندنا الحقيقة عدد من العابة للنادي الآلي لكن هو الأمر الحقيقة اللي كلنا منتظرينه محمد العدد من الإصابات أو مروان عطيه هبدأ معاك بي يعني مروان زي ما الجهاز الفني أعلن جهازات مروان طبيا لكن منتظرينه محمد نشوفه في التدريب النهاردة الأمر مهم جدا هيحسم لنا أمور عديدة هل يكون متواجد في التشكيل الأساسي هل يكون متواجد في القائمة لأن مروان الحقيقة إضافة كبيرة جدا مع الغيابات اللي أكدنا عليها وقلنا أكتر من مرة الحقيقة كمان عندنا معلومة أن الكريم ندفت هيكون متواجد إن شاء الله النهاردة في التدريب الجماعي وممكن يكون متواجد بشكل كبير جدا في القائمة اللي بإذن الله نشكون مشاركة فيه مباراة الأهلي والزمالك استمرار بقى الشحات للتأهيل زي ما قلنا إمام عشور ياسر إبراهيم كل اللعيبة دي الحقيقة ماشية بمرحلة مهمة جدا لكن أهمية النهاردة إن احنا نشوف اللعيبة على الأرض الواقع في التدريب ده أمر مهم جدا الثقة والمعنوات مرتفعة بشكل كبير جدا العيبة عارفة زي ما بقولك محمد قيمة هذه المباراة وبعد المباراة كمان زي ما بقولك خلاص ممكن انت عارف تحدد السفر إلى اللي كونجو يوم الأربع ساعة اتنين الدور فبقولك المكاسب والمعنوات مهمة جدا في هذه المباراة بعيدا على الثلاث نقاط النادي الآلي بيبص اللي بإيد النادي الآلي عنده هدف وتحدي كبير جدا فيه بطولات كثيرة جدا داخل فيها لكن الفصل مهم جدا إن انت تطلع تفصل من بطولة الدوري للبطولة الأفريقية ده أمر مهم جدا ودي الخبرات الحقيقة اللي متواجدين فيها لكن كمان نهاردة منتظرين نشوف علي معلول زي ما شوفنا ممكن علي اشتكت شوية من الإجهاد العام بشكل كبير إن شاء الله بإذن الله علي نهاردة يكون متواجد في القائمة أو يكون متواجد في التدريب النهاردة يقادي جرعة تدريبية قوية وكاملة هتدينا المؤشر اللي احنا منتظرون ان علي إن شاء الله يكون متواجد مع كل لعيب النادي الأهلي الأمور طيبة جدا حتى هذه اللحظة منتظرين بس بأكد على هذا الأمر أخر سؤال حسين الشحات هل ممكن يكون في تدريبات الأيام الجاية أو النهاردة بس بالواقع القناع اللي هو الوجه عشان الإصابة ولا لسه قدامه شوية وقت لا يا محمد يعني يمكن زي ما احنا قلنا يمكن زي ما صرح أيضا كمان الجهاز الطبي حسين خلاص يمكن الخمس أيام انتهت بالنسبة له الراحل السلبية التامة النهاردة حسين ممكن يكون متواجد بالقناع الطبي ياخد بعض التدريبات لكن يبدأ النهاردة هي الأمر بس الطمأنينة في الوش محمد انت عارب تكون مهمة جدا ان انت يكون في تقرير طبي معين يكون في التزام كبير جدا من حسين الشحات في التدخلات فيمكن حسين نهاردة ان شاء الله زي ما بقولك ستة مساء بس يبدأ للتدريب وننتظر نشوف كل اللعيبة على أرض الواقع الأمر بيكون مختلف جدا احنا بنتكلم طبعا لكن محتاجين ان احنا نشوف اللعيبة بشكل كبير جدا في التدريب وفي الجرعة التدريبية الكاملة بشئة الله الزميل عزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي من مقر النادي الأهلي بجزيرة شكرا جزيلا ليك وكل التوفية رب ان شاء الله للأهلي في التدريب الأخير والدخول في معسقر في الساعات القادمة قبل مباراة القمة قبل ما اروح للسوشيال ميديا واللي اتكتب في المواقع والصفحات عايز اأكد بس على جوزيات مهمة جدا أولا كولر النهاردة هيحسم مصير الرباعي مين الرباعي؟ علم علول بيرستاو مروان عاطية كريم ندفد هيحسم مصير الرباعي الرباعي نقدر نقول جاهز ما عندوش أي مشكلة يعني علم علول جاهز كريم ندفد جاهز لكن مروان وبرستاو وجد نظر كولر الفنية يحتفظ بيهم عشان مباراة مازمبي لان دي بتأكيد مباراة ليه أهمية أكبر كتير من مباراة الزمالك دي بطولة أفريقيا في السمي فاينال ماتش الزمالك آه ثلاث نقاط وفي الدوري وفي صراع الجدوى للدوري ولكن بطولة أفريقيا أكيد لها يعني يعني قيمة دلوقتي أهم كتير من مباراة الزمالك فهل كولر هيفقر زي في الجزئيات دي؟ فمصير الرباعي النهاردة كولر هيحسمه هل الرباعي يكونوا موجودين في القيمة؟ هل هيحتفظ بيهم على الدكة؟ ده هنشوفه في الساعات اللي جاية ولكن عايز أأكد لكم أن فيه خماسي تأكد غيابه عن مباراة القمة مش موجودين في قيمة مباراة الأهل والزمالك محمد الشناوي إمام عشور حسين الشحات ياسر إبراهيم أليو ديانك دول خمسة خلاص تأكد غيابهم عن مباراة القمة مش موجودين ما عارف مباراة الزمالك ولكن الرباعي اللي قلت أسمعهم جاهزين ما عندهمش مشكلة ولكن كولر هو لا يكون عنده الرؤية الفنية يستفيد بيهم في مباراة الزمالك ولا يتدخر حد منهم عشان موقعة مباراة مازنبي اللي هتبقى صعبة جدا ويوم الثلاث والاربع عندي تفاصيل وكواليس مهمة جدا على مباراة مازنبي ولكن نخلص الأول مطش الزمالك إن شاء الله بكرة ولما نطلع إن شاء الله معاكم الثلاث والاربع في نهاية الإسبوع هيكون لنا كواليس على مباراة مازنبي اللي هتتلاح بإذن الله يوم السبت اللي جاي الساعة ثلاثة العصر بتوقيت القاهرة طيب كل التفاصيل وآخر الأخبار وكيف يستعد الأهلي لمباراة الزمالك واللي اتكتب في السوشيال ميديا عن كولر وجوميز نطلع نشوف آخر أخبار التريند موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند والبداية معنا هتكون من ترند الاهلي البداية في ترند الاهلي من حساب اليوم السابع الاهلي يفرد سياجة من السرية على المراني الاخير قبل موجهة الزمالي يعني عنوان تقليدي بيتقال دايما قبل مباريات القمة سواء المباراة في الدور الاول او في الدور التاني ولكن دايما بيبقى فيه سياج من السرية كولر عمتا يعني لا بيعلن قيمة ولا بيحدد قيمة اختياراته في اي مباراة بما فيهم مباراة نادي الزمالي لكن اتمنى التوفيق يا رب ان شاء الله للاهلي وكولر في مباراة تبقى المصر دادي بيتكلم على ان وسط الملعب صدع في رأس كولر قبل مباراة الزمالي ولكن هم قالوا ايه بقى؟ لان هنا في كلام مختلف شوية قالوا ان الاهلي يتأثر بغياب السلاسي امام عشور وقاليو دينج وكريم ندفد هنا كريم ندفد بيقوله غايب لكن انا بقولكم وارد يكون موجود وكولر هو صاحب القراءة الفني لكن طبيا كريم ندفد جاهز قالوا الغموض بيحوط بالصنائي احمد نبيل كوكا ومروان عطية كوكا متواجد مروان متواجد ولكن مروان موقفه الفني طبقا لرؤية كولر عشان مباراة مزنبي فهنا المعيين مختلفة شوية عند المصر الرياضي ولكن وسط الملعب بالتأكيد صداع لان فيه غيابات مؤثرة انت بتتكلم لو مروان عطية ملعبش مع غياب أليو دينج وغياب امام عشور ثلاثة اساسيين مش موجودين بس طبعا عندك لعيبة مميزة لعلى مستوى عندك أفشا عندك السلية عندك نبيل كوكا وعندك كمان أكرم توفيق ممكن يتم الاستفادة به في مركز وسط الملعب فيه صداع ولكن ان شاء الله كولر يكون قادر على حل هذا الصداع المصر الرياضي أيضا بيقوله فيه صراح حظوص قمة ما بين الآل والزمالك تفوق سويسري مثير يضع جميز في مأزق هنا بيتكلموا على الأرقام القياسي أولا كولر مع الزمالك لعب أربع مباريات كسب الأربعة ماتش السوبر في الإماراتة ماتش نهائي كاس في السعودية ماتشين دوري كولر كسب العلامة الكاملة وممكن يعمل رقم قياسي لو كسب الماتش اللي جاي بقر إن شاء الله يبقى خمس مباريات متتالية زي جزيمة عمل وده هستعرضه دلوقتي ولكن الأرقام دي كلها في صالح كولر ولكن جميز من أول لاطة خسر من أول مشهد لي في مباريات القمة خسر خسر من كولر في الرياض وكان نهائي كأس مصر تب تعالوا نشوف الرقم القياسي اللي ممكن يحققه كولر في القمة الخمسة هل يكرر كولر إنجاز جزيه بعد 16 عام ده تقرير النهاردة يلا كورة تكلمت عليه وقالت إن مانو الجزيه لما تولى المسئولية في 2 يوليو 2007 حتى 27 يوليو 2008 أي منذ 16 سنة انتصر الأهلي تحت قياد الجزيه على زمانك في خمس مباريات متتالية مثلا توجي الأهلي بكأس مصر 4-3 كأس السوبر 2-0 فاس مواجهتات دوري 1-0-2-0 ولعب دوري أبطال إفريقيا كسب الزمانك 2-1 في دور المجموعات كولر على فكرة عمل 4 مباريات متتالية في اكتوبر 2022 وفي مارس 2024 كولر في الفترة دي كسب الزمانك 4 مباريات متتالية احنا بنتكلم بالزبط في حوالي سنة ونص كسب الزمانك في 4 مباريات متتالية على فكرة كولر مع الأهلي تولى تدريب الأهلي حتى الآن في 92 مباراة ودي أرقام كبيرة جدا لمرسل كولر مع الأهلي في 92 مباراة كسب 63 ماتش خسر 20 مباراة وإتعادل 9 لقاءات أرقام جميز مع الزمالك خسر 2 فاس 2 مباريات من 5 إلى 9 يعني أرقام قليلة جدا لأن جزي جميز لسه في بداية المسؤولية طيب نروح لي كورا بلس وبيتكلموا على محمد هاني ولا عمر كمال عبد الوحد مين اللي يقود الجابها اليومنا أعتقد يعني صداع دمه زريف أو صداع خفيف مش صداع شديد عمر كمال عمل مباراة زد على أعلى مستوى محمد هاني عنصر أساسي في النادي الأهلي هل كولر هيلعب بهاني باكريت وعمر باكليفت لو معلول هيرايح مش هيكون أساسي؟ هل هيبدأ بعمر ويرايح هاني؟ كل دي خيارات فنية أنا شايفها إيجابية جدا في صالح كولر وفي صالح الأهلي ولكن بالتأكيد كولر وبيلعب مع الزمالك هيكون عنده تفكير في مباراة مازنبي عايز لعيبة تكون جاهزة معاه في رحلة صعبة جدا يوم السبت اللي جاي في الكونغة الديمقراطية كورر أبلاطس يقولوني في فحص طبي لمعلول لتحديد موقفه من مباراة القمة وأنا بأكد لكم المعلوم الحمد لله سليم والاختيارة لفن النهاردة الكولر أممكن يستعين به ولا لا وهم قالوا أن الفحص الطب هيكون في المراهن الختامي وإن شاء الله مش هيكون فيه أي حاجة الوطن سبورت بيقولون أن مصير مشاركة بيرسي تاو ومروان عطية مع الأهلي أمام الزمالك مصيرهم في يد مين؟ في يد مرسي الكولر وده اللي احنا قلناه من البداية أن مصير مشاركة تاو ومروان هيكون في إيد كولر طيب نروح للأرقام القياسية أيضا أو رقم لإعلاقة بأنتوني مودست النهاردة عيد ميلاد أنتوني مودست ستة وتلاتية وسبورت تاوية وستين مصري قارد فاز مودست مع الأهلي في كاس السوبر المصري كاس مصر برونزية مونديال الأندية عيد ميلاد سعيد للنسر الألاوة طبعا مودست في كاس العالم ملعبش جير ثلاث دقايق واترد على طول من أول مباراة أمام التحاد جدة الأهلي دوت كوم النهاردة بيقول الأهلي يحدد موعد السفر إلى الكنهو قبل مواجهة مازمبي مطش مازمبي يوم السبت اللي جاي والأهلي بيفكر أنه يسافر يوم الأربع الساعة اتنين الدور عشان يتضرب في ملعب مازمبي تدريبتين لأن الملعب نجيل صناعي فالأهلي عايز يتضرب الخميس على ملعب المباراة والجومة على ملعب المباراة والليحة بتديك الحق أنك تتمرن على ملعب النجيل الصناعي تدريبتين طيب نروح للجزء الأخير ووقت الحلقة العادة بيجري بسرعة سألناكم في بداية الحلقة إيه هو التشكيل الأفضل من وجه نظركم وتوقعاتكم لنتيجة اللقاء سامح بيقول عودة حميدة شكرا لكم لصالح حلقة طيب أتوقع التشكيل يكون مصطفى شوبير معلول من عمر رامي عمر كمال أقرب كوكة أفشة ريدا سليم وسام طاهر إن شاء الله فوز الآله بالثلاثية الآله فوق الجميع أبو سيف بيقول الأهلي بمن حضر وإن شاء الله الفوز من نصيب الأهلي زينب بتقول شوبير من عمر رامي هاني معلول كوكة السليا مروان لو جاهز مفيش مروان يبقى فشة ريدا سليم تاو وسام أو كهربا نروح لأحمد فتحي بيقول شوبير هاني من عمر رامي معلول السليا كوكة أكرم برس تاو كهربا ريدا سليم ماهر بيقول أفضل تشكيل شوبير خالد عبد الفتاح من عمر ربيعة هاني أكرم توفيق كوكة سليا ريدا سليم كهربا طاهر بركات بيقول شوبير معلول من عمر ربيعة هاني كوكة مروان أفشة ريدا سليم عمر كمال وكهربا أو وسام وسام أعتقد أيضا عنصر مهم جدا في مطش القمة محمد خليفة بيقول أفضل تشكيل 11 راجل اللي هيكونوا في الملعب جب من الآخر نروح لآخر تعليق زيزو والله يا زيزو أنا بشكرك على الشغل الكبير اللي انت عامله زيزو يا جماعة ما قالش رأيه ده زيزو رسم الملعب بتواجد اللعبة كمان في كل مركز قال لك إيه بقى أفضل تشكيله وأفضل طريقة هي دي ماشي يا زيزو شو بيرفح رس المرمى رامي ومنعم اتنين مساكين عمر بكرايت كريمي دبيس باكليفت السلية وكوكا اتنين وسط ارتكاز أمامهم رضا وطاهر واثنين فرودة وسام وكهربا ده تشكيل هجوم بحث لما نشوف يا زيزو عموما دي كانت يعني أبرز التعليقات اللي النهاردة كانت موجودة من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا عشان نشوف توقعات الناس على التشكيلة وتوقعاتهم كمان للنتيجة في الختام وقت الحلق للأسف جيري بسرعة ولكن كالعادة النهاردة كان ضروري جدا نكون معاكم بتفاصيل وكواليس مهمة جدا عن مباراة القن بكرا ان شاء الله للستوديو التحليل المباراة يكون الساعة خمسة مش هنكون معاكم ان شاء الله هنكون موجود معاكم يوم الثلاث نتكلم عن المباراة كواليسها ونتمنى نتمنى ان يكون تاقم التحكيم موفق في إدارة هذا اللقاء لعله وعسى تكون أفضل ختام للحكم الدولي إبراهيم نور الدين بنتمنى له التوفيق وما عند لاش مشاكل شخصية مع حد ولكن دايما احنا بنشتغل بمعايير موضوعية وبننتقد انتقادات موضوعية وأهلا برد أي طرف لو كنا تكلمنا النهاردة على أي موضوع جاهزين لعرض أي رد في الفترة اللي جاية شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء